اشتركوا في القناة حافظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد تلقينا بغاية الأسف نبأ محاولة الاعتداء الآثم الذي استهدف مدينة الرياض بإطلاق صاروخ بالسي من اليمن والتي نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي الباسل في اعتراضه واسقاطه من دون وقوع إصابات وإننا نعرب لأخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين عن بالغ السنكارين وإدانتنا لهذا الاعتداء الغاشم الذي يتعارض مع كافة القيم والشرائع السماوية والمبادئ الدولية والإنسانية لا نؤكد مجددا موقف البحرين الثابت المؤيد بقوة لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات للحفاظ على أمنها والسقرارها معبرين عن بالغ التنسازنا بروح التضامن ووحدة المصير المشرك التي تربط بين بلدين وشعبين الشقيقين مؤكدين بأن مثل هذه الأعمال ستزيدنا إصرارا وتصبيما على المضي قدما في دعم كل عمل يسعى إلى الدود عن حياظ الأمة العربية والدفاع عن أمنها وكرامتها نسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يحفظ بلدنا المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر